السلام عليكم ورحمة الله. زيكم يا ده كترة. اخباركم ايه? عساكم طيبين يا رب. يا رب تكونوا اسمها المحاضرة الاولى الحصة الاولى والتانية. وتبقى بالنسبة لكم الامور بسيطة يعني ولو حد واقفوا دموا حاجة ومش فاهم حاجة. يا ديتي بعتلي. اه مش عايزك تعدي حاجة لو انت فاهمها. اشان لو فاهمتها هترتاح. اه الحصة الطين اللي فاتوا او المحاضرة الاولى بشكل عام كاننا بيتكلم عن حاجة اسمها او كنا بتكلم على حشوات اساسيات كده ونحط شوات قواعد طبعا انتو يعني مش خدت مش خدت الجنرال كلها الدكتور انا قتلكوا شوات حاجات كده. اه المهم انت خدت شوات قواعد واخدت شوات اساسيات تعرف تتمشي عليها في ايه? في علم الفارما. الفصل اللي الجاي ده اول محاضرة التانية دي بنتكلم عن حاجة اسمها اه فارماكولوجي. ده قسم من الفارماكولوجي اللي بيتعامل مع شكل عام او معدوية ايه? اللي شغال عن تمام? انت اكيد عارف ان ده عبارة عن اللي هو بيتكون من والسبينال كورت. هل? والجزء تاني منه والبريفرال نيرفا سيستم ده اللي بيتكلم عن تمام? او تاني حاجة اللي هو المطور بسوي اللي هو الحركية او الحركة. تمام? وانت طبعا كعلاق طبيعي يعني ايه? اه اخدت الحاجات دي كتير او وعارف الكلام انا بقوله ده. المطور بسوي ديت عبارة عن اللي هو اللي هي اللي هي ديت اللي هي الحاجات اللي انا بعرف اه اتحكم فيها. اللي انا بعرف اتحكم فيها. يعني بنسميها ايه? بنسميها ارادية. وده شيء انت اكيد عارفه. تمام? اه لانتونومك بقى وده اللي كلامنا عليه بقى. لو اوتونومك نيرفا سيستم او ده اللي لا ارادي. اللي لا ارادي يعني يعني نفسك. نبضات قلبك. عملية في آآ في آآ عملية في آآ العملية المختلفة والوظافر المختلفة عملية الفاصل كونستريكشن وفي العاملات المختلفة البرونكو اي حاجة انت مش بتتحكم فيها ده تبقى تحت اسمه تمام ده والله منه سيمباستيك سيستيم او سيمباستيك ديفيجن وي برا سيمباستيك ديفيجن حلو قابل ما خش في اللي جاية عشان بعد كده يعني المحاضرة كلها احنا بنتكلم على الايه السيمباستيك والبرا سيمباستيك تمام الحصة ديت حصة مهمة حصة بديك للمحاضرة عشان تعرف اتفهم المحاضرة جيدة المحاضرة كلها ادوية كلها 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 فانا عادتك تفهم مني الحصة ديت عشان تعرف تمشي وتعرف تمشي نفسك في باقي ايه في اباقي المحاضرة اللي هتنزل ان شاء الله بازن الله في حوالي حصتين او تلاتة بازن الله بتكتير هلقوا المحاضرة كبيرة الدكتورا حتى داد اكتير بصراحة انا مش عايز اسيب حاجات اوي الدكتورا يعني تقول لك الحاجات دي مش علينا مش عايز اسيبه اشان انت ما تعرفش الدكاترا ممكن. حصلت اي اكيد معكم قبل كده الدكاترا دي حركات دكاترا يعني يروح اه الحاجة دي مش موجودة ويروح حطوتها في الامتحان مسلا ايه. قولك طالما هي في الدكات اقول لك. انا مش عايز اقولك ان الفرما سهلة والكلام بقى اللي بيد قال ده. اه وحتحفظه مش عارف ايه وبتاعه الكلام ده والله العظيم الفرما فعلا مش مادة تقي استهم بها. يعني الفرما فعلا مش مادة تسمى الفرما آآ مادة مادة رخمة. بصراحة يعني آآ مادة فرما ديت حاجة يعني لو لو خدتوها بجد انت هتكراه حتى. تمام? عشان كده ما بتحلاش غير بالفهم. انت ما بتعرفش هتنش هتعرف تعيش الفرما او هتعرف تحبها او تعرف ازا كده غير لما تفهمها. فحاول تفهم معي عشان ما تتعبشي. تمام? هتاخدها غشم و هتاخدها بقى والله هخش احفظوا الريسيبتور كزا كزا وبيعمل كزا كزا. هتتوها. هتتوها و هتخش كل كل السلوك كلها هتخشه ببعض. تمام? يبركز معي. يبقى او التلك دلوقتي ايه الاوترانوميك ايه نيرفا السيستم. الو انفولانتري ااا سيستم. الواسن بستك. وده ايه? وده موضوعنا اللي جاي ان شاء الله. نتكلم دلوقتي عن الاوترانوميك نيرفا السيستم. لقدمنا نتفصل صحيح نقول ان هو بينظم ايه العمليات او الوظائف اللي انت ما بتعرفش تحكم فيها اللي هي اللي هي اللي هي راضية تمام? زي مين? زي السي بي اس زي اللي في جسمك زي ايه جلاند. حلو? يبانت عندك دلوقتي الحاجات اللي انت بتعرفش تحكم فيها ركز معي عشان تبقى فاهم الدينة الكاردوباسكرر اللي هو ايه القلب والايه والبلاد فيزل اللي في جسمك ده يعني اللي هو بيتكلم عن الان القلب والايه والبلاد فيزل اللي منتشر بقى في جي اي تي واللي منتشر في البلادر واللي منتشر في في عين كل السموز مصل اللي منتشر في جسمك هو برضو حاجة انت عمرك تعرف بتاع تمسك اا البلاد فيزل بتاعتك اللي فيها مصل تعملها وتعملها ون Co cul ما تعرفش انت تعرف تعمل حاجة في التهضم ولا 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 ما تهضمش ولا تبتح سفنكتر ولا تقفل سفنكتر ما تعرفش. كذلك الاكسوكراينجلندي انت ما تعرفش تقول والله للجلندي معانا طلعيني الهرمون بتاعك او وقافي تطليعه تمام? انت ما تعرفش تعمل حركات ديت. تمام? عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلاء لنا هو اللي بتحكم في الحاجات ديت من خلال بعض الايه? بعض ومن خلال بعض الايه? الاعصاب. اللي بتحكم في الاعصاب ديت واللي بيرسل الاشارات ديت هو اللي هو المخ والايه? والاسبانال ايه? والبانر كود. بيبعت من من الهير سنتر اللي هنا الاشارة. تمام? بتمشي في الاسبانال كورد. اسبانال كورد تمشي في الاعصاب تروح رايحة البريفلال نيرفا السيستم. البريفلال نيرفا السيستم يديني الايه الاكشن في الاخير. حلو? يبقى انت دلوقتي احنا قلنا الايوتونوميك عبارة عن السيمباساتيك والبارة سيمباساتيك. الكلام ده كله في الفوضي انا مش عايزه. حلو? بس ده كده كده مقدمة عشان انت عارف ايه? احنا بنتكلم على ايه? حلو الكلام? حلو الكلام. تعالوا يا شباب نراجع شوية السيمباساتيك والبارة سيمباساتيك حاجات انت خطاب لكده في الفيسيولوجيا. تمام? هنقول والله ان ده البريفل واسبانال كورد. وهنقول نوع ازي احنا عايزين يعرف ازاي بيتحكم مسلا في عضو من العضواء ولا يكون القلب. تمام? طبعا انتوا عارفين ان بيبعت السيمباساتيك وبيبعت البارة سيمباساتيك. هنتكلم والله عن واحد من دولة وانتوا هتقولوني ده ايه? انا مش هقولوكو ده ايه? يعني هقولوكو حشرح دلوقتي سيمباساتيك ومش هقولوكو السيمباساتيك. انتوا هتقولوه من خلال الشر ومن خلال حاجة معينة جدا هتعرفوه. تمام? لليه مزاكر في فيسيولوجيا واللي الدكتور بجد وفهم ايه بجد? حلو? هنقول مسلا ان السينجنال جايلي من فؤهية من عند الهاير سينتر مش شاري في الفايبر اللي موجودة في السينتر النيرف السيستم خاصة في لازمان الكورد مشت في لحد ما وصلتها عند اه الحاجة ديت اسمها الجنجلة ديت عبارة عن اه بتاع البوست او ده بيسميه عشان اسمها جنجلة واللي بعد كده هيبقى اسمه بري اه هيبقى اسمه بوست جانجليونيك فايبر يبقى ده البري وده البوست تمام? اله هنا في اه حواصلات فيها نيرو ترانزميتر معين نيرو ترانزميتر معين ده هيطلع يمسك في سيبتر هنا اسمه حاجة مش هقول لك هو نيرو ترانزميتر اه حاجة ده مسلا عبارة عن اه آآ ريسيبتر ده انوع من انواع ريسيبتر بيبعا بيخلي الليجند او او الحاجة اللي جياله تمسك في لها الليجند مسلا هنا ان هو مسلا بتخش جواه لحد ما بيسمح لها ان هي تعبر عشان تروح في الجنجلونيك فايبر وتعمل هنا زي ما حصل هنا وتعمل هنا آآ برضو آآ كهرباء تمام لحد ما توصل الاشارة دية لحد اللي هو ده يطلع على برضو معين يمسك في الرسيبتر اللي موجود على على القلب او على العضو اللي جاكلي حلو من اول ما تشوف الجنجلية قريبة كده من العضو لازم تبقى انت دلوقتي عرفتلي السيستم ده ايه هو حلو حنقول دلوقتي سهلها لك اكتر حنقول ان النيولة تزنوط اللي طلعت ديت عبارة عن استايل كولين عبارة عن استايل كولين هو ده اللي طلع عند الجنجلية وبرضو استايل كولين اللي طلع في و اللي مسك في الاسيطايل ايه كولين والريسيبتر ده بسميه عشان مسك فيه بسميه كولورينجيك كولورينجيك ريسبتور. الكلورينجيك ريسبتور دلوقتي عبارة عن خمس نوع. مش عايزك تعرف دلوقتي عشان هما دولت مشهورين وهم حاجة. وممتشرين في الجسم بشكل كبير جدا. حلو? انت لازم تبقى دلوقتي عرفتلي ايه هو? الايه السيستم ده? السيستم ده البورا سيمباساتي. ليه يا دكتور? اول حاجة تعرض ميزتلي السيستم ده? مش عشو ما بينولو الاخضر واللي حاجة. لا. عشان الجانجليا قريبة من الاورجن وانه رايح ايه. اشتغل عالي. حلو? لو كانت والله الجانجليا دي قريبة من السنترنيروة. قريبة من اه او بعيدة عن الاورجن دي انا بسام чтоб ايها ايه السييستم. هو اسيمباساتيك? هو اسنباساتيك? هو 81íll الياه السيومباساتيك علي بارة سيمباساتيك هو Don't give meп población ثاني حاجة الاذ؟ نيرو التانيزم phosphatium 토� rozumytran benzylute اللي بتطلع عن الريسيبتور اللي موجود على الايه على الارجن. لو قلنا دلوقتي هدل نتكلم دلوقتي عن السيمبستيك السيمبستيك باللحمة وكده. جاي برضو في الايه في في الزبان في ماشي لحد ما وصل عمل دي الجانجلية اللي ايه اللي قلت لك هي بعيدة عن الايه عن الارجن. الجانجلية دية برضو طلعت لي وهو برضو الاسطايل كولين. الانيوترانزيمتر ده فتح لي فتح لي الريسيبتور اللي انا قلت لك مشاولك اسمه آآ ساعتها كان اسمه نيكوتينيك اسطايل كولين. ده الريسيبتور نعمل انواع الريسيبتور اسمه اينوتشانر سيبتور تمام. ده قلت لك اللي هي بتسمح بمرور الليجاند. عشان يعد اليمة التانية. هيعمل لي برضو ايه? يعمل لي برضو كهربا. ويعمل لي دي بردوزيشن هناك ويسمح بدخول الايه? فيعمل لي ايه? يعمل لي سيجن الويف بتمشي في الايه? في النيرب او في نوره. تمام? تsey نور ماشية وهنا ده كله هبقى ايه? موجب 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 برجة وزي ما حد برضو هصل هنا موجب. ده احنا قلنا ده اسمه ايه? البوست جانجانه يونيك اسمه كونيك ايه? اسمه بري وده اسمه ايه؟ 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 ما حد ما وصل ايه? created anything? هنا هيطلع النورت الفstandenet percenter مختلف غير اللي بيطلع هنا واللي بيطلع هنا واللي بيطلع هنا يهو نورت المنوتي هنا dement哥ب يخص فاته وفي الكتب تسمى البنور الأدرينيي ممكن براحتك هي نوع البنور أو نور أدرينياية تمام؟ الريسبتور التي بيضمها أن يطلع عليها النوع البنورين أو النور الأدرينياية التي يمسك فيها دي أنا بسميها ادريجينيك ريسبتور وهو عبارة عن خمس الوان المنتجين في الجسم عبارة عن ألفا وان ألفا طوب بيتا طوب بيتا طوب بيتا اسري حلو؟ قلت لك دلوقتي ان هااا الجهاز ده هو جهاز إيه؟ السمبستاتي تمام؟ قلت لك برضو ان اللي بيطلع هم هو النور تزنوطر اللي بتطلع هنا مين النور تزنوطر بتطلع هنا النور ابنفر حلو حلو طب بص كده معي يا دكتور ويا دكتورة انا لقلت لك ان والله في المريض جاي لي يقول لي يا دكتور انا عندي تاكي كاردية بوسع البلطس كده لديت عنده فعلا سورة عبر رابطة القلب وايه وعنده تاكي كاردية ازي اقدر على الجوه اقول لك والله انت لازم انتوا بدلوقتي عارف ان طالما الراجل دي عنده تاكي كاردية خد لك معلومة كده ان القلب ده. طبعا وكل الارجان مش مش عليها. كل الريسبتور ديت. لا دي بيض انهم ريسبتور واحد من اللي هو الا امおان او او اومي سري تمام? والريسبتور واحد من ايه? من الرسبتور الديت لا ايما الف وأن لا ايما الف والتو وال峰 ايما اللي ايما او ايما conjچر ايما ايما تمام? القلب والله انه عنده فيdoب فى البيتة بتاع الخناء. فمن الاخر كده الراجل ده عنده تاكي كاردية. تاكي كاردية يعني انا لازم ابعارب اللي ان شغال دلوقتي هو البيتا تو. طب اعالج ازاي? اعالج ازاي? تعالج اللي انا قدي ادوية تقفل الايه? الريسيبتور ده? تقفل الريسيبتور هو البيتا تو ريسيبتور. لما يتقفل يبقى كده النيونو مش هيلاقي حاجة يشتغل عليها. فالتاكي كاردية تهدأ. لا اما بقى. لا اما يروح يزود شغل الامي تو. عشان عارف ان ده امي تو. ولما بيديد شغل وبيحصل برادي كاردية او شغل الان بيهدى كده شوية. تمام? فانا احل المريض ده اللي جاء عنده تاكي كاردية ده. لما اعمل اه اجيب انتاجونست. لو انت فاكر من الحصة اللي فياتة انتاجونست او بلوكر للايه للريسيبتور ده. اللي هو البيتا تو. لا اما اجيب اجونست للايه? للمسكرانيك ريسيبتور هو الان ماسكرانيك ايه? حلو? طب فيه حلول تانية? في حلول تانية? طب ووسع دماغك معايا شوية كده. هل ممكن اجيبها من عند من هنا? اجيب ادوية تقفلي السيجنل من هنا? او ممكن? انا بقول لك دلوقتي مقترحات وبفتح لك دماغي شوية. بس الكلام ده ممكن يجي لك قدام في المنهج. تمام? بس انا ايه? بفتح لك دماغك. طب هل ممكن? اه ادوية تيجي تقفلي الجانجلية? وده سؤال لكم. ده سؤال لكم مش هجاوب عليه دلوقتي. هل في ادوية ممكن تقفلي الجانجلية دي? تمام? عشان انا عايز اخلص من حوارات تاك كاردية ده. ممكن اجيب ادوية تقفلي الجانجلية ده سؤال. وهل في ادوية ممكن تقفلي بتاع النيرو ابنفرن طالع من ده? ولا لأ بحيس لانا مش هخلي اساسا النيرو الترانزميتر تطلح فيعمل لي تاك كاردية. ده كله بفتح لك دماغك وبوسع لك مدركك شوية عشان تعرف مفاتيح الادوية بتلعب فين? في ادوية في مجموعة ادوية بتشتغل على هايز سنتر. في مجموعة ادوية تشتغل على ردية ولا لأ ده سؤال لكم. في مجموعة ادوية بتشتغل على ايه? على النيرف اندنج وبتخلي النيرو الترانزميتر ايه? قبل ما اخش بالكلام انا عدد اكتبع عارف ده انا بسميه ده بسميه ده يعني ده والله هو اللي بيشتغل لما بخش خنائه بعد ما خلص خنائه وارتاح هو اللي بيشتغل يعني للاخر وقت العصبية وقت الخنائة ووقت التنشنة والبقى بيبقى وقت الهدوء ووقت الراحة ووقت تمام? عشان هي مرتبطة وده اللي بيحصل يعني ان هي مرتبطة بعد كل حاجة هقول لك وقت الخنائة بتحصل كده وبيحصل كده ووقت الراحة بيحصل ايه? بيحصل كزا. تمام? لو جيت بسيط هقول لك ان ده تمام? عايزين يشوف مسلا على سمبساتيك بيعمل ايه على القلب? وعلى برد سمبساتيك بيعمل على القلب. اذا والله السمبساتيك القلب عليه قصدي? القلب عليه ريسيبتور قلنا? اللي هو ريسيبتور بيتا وان ريسيبتور. تمام? القلب عليه بيتا وان ريسيبتور بيرتبط بيه الايه السمبساتيك نيرب اوه السمبساتيك سيستيم اللي جايله من الى جايله من في المخب. تمام؟ بتمشي لحد ما توصل للحد ايه الريسيبتور. انت عارف ان البيتا وان ريسيبتور ده نوع من انواع ايدريني ريسيبتور اللي بيرتبط hub ايه السمبساتيك نيرب عشان يطلع الاكشان بتاعه. طب والله انا لو جبت انا اقول لك الله لو جبت اسمباساتيك ده. وخليته اشتغل على البيتاوان. لميود على القلب? ايه اللي حيحصل? القلب حتزيد كل ايه? الحاجات بتاعته. يعني ايه الحاجات بتاعته? يعني هيملي تاكي كارديا. هيزويد البتاعة اللي بتاعت والاس اس اي نود. هزويد. كل حاجة هتزيد. هتزيد هبقى حيحصل تاكي كارديا زي ما ركز معي. وده حاجة بتحصل. شغل القلبي بيزيد ايه? بيزيد في الخناء وفي العصبية. طيب البراسيمباساتيك بقى بيعمل على القلب وقت الروحة. لا والله يا انا هو. لكن القلب عليه ريسيبتور تاني من انواع اللي هو الكونورينجيك ريسيبتور 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 عليها اسمه ماسكارينيك تو ريسيبتور. ماسكارينيك تو سيبتور. لا ريسيبتور. لما بيجي البراسيمباساتيك نيرفي يشتغل عليه. بيطلع لي اسيطاية الكولين يعمل ايه? يوطي لي كل الحاجات عكسة طبعا السيمباساتيك. يوطي لي كل الحاجات بتاعة القلب. لها الكوندكشن والايه وتكاكارديا واكتر حاجة بيعملها الايه? بيوطي الاس ايه نود. ما عادة حاجة واحد ايه هي? ان هو يقلل الكوندكشن في الايه في الاتريام. تمام? ما هو ملوش دعوة بالكوندكشن بتاعة الايه بتاع الاتريام. حلو الكلام حلو الكلام. يبين الكل اللي تعرفوا ان السيمباساتيك لما بيجي على الالب والله بيشتغل على البيتا وانر سيبتور بيعلي كل اما هنا هو بيشتغل على الامي تول المسكرونيك سيبتور او امي تول سيبتر بيقلل كل الكوندكشن وكونتراكتيليتي وبيعمل براديكارديا معادة ان هو بيعملش حاجة اسمها ما بيعملهاش يعني ايه هو التوصيل هي هي الكهرباء الخاصة بالايه او كهرباة القلب الخاصة بالايه الخاصة بالاتريال. حلو الكلام حلو الكلام. خش على بعدها. تنتيجي نشوف بقى التأسيل السيمبستاتيك سيستم والبرا سيمبستاتيك سيستم على والله البلات فيزل هنحاول لك ان عليها اسمه على ريسيبتور اسمه بيجي السيمبستاتيك نيرف يوصل بيه فيبعد اللي هو النيورو ايبنفرن او النيور ادرينيين تشتغل على فتعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه لكل ايه للمست بلات فيزل بلات فيزل. طالما قلت لك اعرف ان في حبة ما بيحصل لهوش وده فعلا صحة. طبعنا دلوقتي يا دكتور ليه بيحصل بيحصل لمعظم البلات فيزل. انت دلوقتي في خناءة فمن تنشن فالضغط عندك بيرتفع فالضغط عشان يرتفع لازم المقاومة انا قلت لك الموجودة لو انت كنت عارف الضغط بيجي ازاي الضغط بيجي لاما شغل القلب يزيد او اللي هي المقاومة الترفية بتاعت الدم تزيد. فالمقاومة الترفية بتاعت الدم لما تزيد هتغلي لك هتعلي لك الضغط. ليه ده كله عشان انت عشان انت في خناءة. حلو الكلام? وده فعلا حصل في في الحالة دية في الخناءة انت كل شغل القلبي بيزيد. وبرضو بتزيد عشان حصل بسبب شغل على الفا ون. فده فعلا خلى ان يحصل في الاخر في الاخير هيصلك هيبرتنشن. الضغط عندك هيزيد. بس انا قلت لك يا دكتور دلوقتي اياه بيحصل بسبب ليه? عشان فيه عشان في بلويت فيزيل تانيين عليهم بلط فيزيل اسمه لبيتا طو بيه? طب انيلي دي البيتا طو دي ديت? البلويت في موجودة او في المس vimos. طب يا دكتور فهمني ليه بيحصل لهم دولة? ليه دولة بالذات لما السنباستيك بيجي يشتغل على اللي موجود على بيطاToo. بالرحمة ربنا لك. انت ده قلت فين فيخ ناءة. محتاج عضاك كلهم ببقى معاك. وعضاك كلها لما تبقى معاك يعني انت محتاج يحصل عشان ضخ الدم للعضلات بالنسبة لك يبقى عالي عشان تعرف تضرب كويس وتعرف تتحرك كويس وتعرف تجري كويس لو انت ايه لو انت مهزومه ولو انت عايز تجري. وليه يحصل له ده دي من رحمة ربنا لك انت دلوقتي قلبك كله شغال لازم ضخ الدم له يبقى عالي جدا لازم بتاعه يبقى عالي جدا اللي هو ده انت عارف ان هو اللي بيجيب لعضية القلب فتدلوقتي عندك قلب مطالب منه انه يكتر شغله كله يكتر هارتريد يكتر بتاعته يكتر كل شغله فهو محتاج بلاط سابلاي بتاعه يزيد تخيل كده لو ربنا سبحانه وتعالى كان وده طبعا عمر ما هيحصل لحصل للكوراني بلاط فيزل بتاعتك كان اللي هيحصل حصل كان كمية البلاط سابلاي اللي جاء لقلبك اه قليلة والشغل والحمل اللي على القلب ساعتها في الوقت ده كتير كان القلب زمان ووقف منك وهبط منك وحتشت في مشاكل تاني خلص بس رحمة ربنا ليك انك عارف انك دلوقتي بتتخيل فindi دلوقتي بت Film بتتخيل فانت محتاج حاجتين معاك محتاج بلاط سابلاي لر vid weil johnson سيمباستيك. عليه ريسيبتور اسمه مسكارينك ثري ريسيبتور. هتقول يا دكتور طيب اذا بيحصل له ايه? هقولك والله يا حبيبي ده اساسا مش جاهل وبرا سيمباستيك سيستم. فكده عندما قلت لك ان تسعين في مية من الاعضاء بيحصل. جايل لها سيمباستيك وبرها سيمباستيك. بس في اعضاء عشر في المية. مش بيجيل لها سيمباستيك زي سويت جيلانت. فكده عندما قلت لك كده برضو البلود فيزل ما بيجيهاش الا سيمبستاتيك. مش بيجي لها برسيمبستيك. طيب يا دكتور اللي هي عريل ماسكيرونيك سري سيبتور ليه? هيقول لك يا حبيبي قلبي عشان الادوية. عشان انا لما عوز ادخلك ادوية تعمل لك فاظو دايليتيشن. انا شايف عندك اللي حصل لك اوفر فاظو كونستريكشن وانا عايز عمل لك فاظو الاتيشن. ادخلك ادوية من عندي تشتغل على ماسكيرونيك سري سيبتور. طيب تقول لك يا دكتور طبقا ان الف سنة مش كان فيه ادوية اقول لك يا حبيبي كان فيه مشروبات وكان فيه اكل وفيه حاجات من اللي انت بتاكلها بتروح تشتغل على على وتشتغل على وتوضي لك وتعمل لك او يعني مسلا توضي لك الضغط في حتى فيه ادوية فيه ادوية تقول لك ايه ده الدواء ده بيوضي الضغط قصدي ده الاكلة ديت قصدي مش الدواء ده الاكل دي بتوضي الضغط ده المشروب ده بيوضي الضغط المشروب ده بيوضي الضغط يعني ايه يعني يروح يشتغل على المسكرونيك ريسيبتور موجود في البلات فيزل فبيعمل عشان ايه عشان كده ايه الضغط ايه يغبقى? يبقى انا عادي كويس جدا ان البلات فيزل مش جاي لها بارا ولكن عليها ريسيبتور عادي جدا ليه عشان انا لما دخلك دواء من عندي الدواء ده انا عايز انه يعمل عشان بغرض مسلا عايز اعود الضغط يبقى فيه ريسيبتور يعرف يستقبل الايه يعرف يستقبل الدواء ده ويمسك فيه ويديني اللي انا عايزه بس تبقى عارف ان ان الدكتورة عندك قالت لك ان في البلات فيزل مش مش موجود نط نون ايه انيرفيتد تمام? ولكن لازم تبقى عارف ان هو موجود وبيحصل فصوطة من خلال من خلال الادوية او الاكالات تمام? الادوية انا دلوقتي بقول لك انتا اصلا انت مو حد يجيس ان يقول لي يا دكتور طب ما زمان من الف سنة كان ده موجود في جوه الانسان مش كان فيه ادوية حقول لك فيه اكالات بتعمل كده فيه اكالات وفيه مشروبات بتشتغل على ده وبت ايه وبتعمل من وردت وبفهمت الحتة دي انا بقعد عيد وزيد بحيث انك تفهم معه بحيث انك ايه لو سرحت في حتة ايه تجيبها في الحتة اللي بعدها فتلاقيني بعيد وزيد معاك عشان كده ممكن الفيديو بتاعي ممكن ايه بيزيد شوية تمام? بسبب الحاجات دي كلها قلت لك ان الايه ان حياة هيصل سبب ان شغل القلب كله زاد سبب ان حصل هنا زادت حصل هايبرتنشن انا حصل لي اما هنا حصل لي هايبوتنشن ليه عشان شغل القلب كله ايه? كله وطي. تمام? اما هنا بلوت فيزل باشتغلش عليها. وهنا شغل اه حصل نتيجة سبب واحد انه شغل القلب وطي من خلال شغل على الموجود على القلب. اما هنا حصل في الخناءة ليه? عشان حكتينا. عشان والله شغل القلب يزاد من خلال شغل وتاني حاجة ان حصل او معظم تمام? فحصل هايبر ايه? حصل هايبر تمشن. طب حصل الحركة دي ازاي? عشان شغل سببساتيك على الالفا ايه وان ريسيبتور. وازم تبع عارف ان برضو سببساتيك بيشتغل على الموجود في البلوت فيزل. فانه بلوت فيزل بالزبط في والكوروني بلوت فيزل عشان يزود اللي راح لسكليتال اللي راح لمين? لسكليتال مصل ولل ايه? والعضلة القلب. تمام? نخش على الحاجة اللي بعدها. برضو عندي هنا البرين والزبانة الكوردو هنشوف تأثيره على ايه? هنكمل ليه? العضاء المختلفة. انا عندي دلوقتي دية شكل العين. انا عندي بيعمل على العين ايه? في هنا على العين تو ريسيبتور. اسمه الالفا وان ريسيبتور وده اللي شغل عليه ايه? اللي شغل عليه سمبساتيك سيستم عشان ده نوع من انواع الادرينيورجيك ايه ريسيبتور. وفي نوع تاني اسمه او ماسكارينيك سري ريسيبتور وده نوع من انواع الكلينيورجيك ريسيبتور اللي شغل العالمين اللي شغل عليه الاسطائل كولينيوريو ريسيبتور او اسطائل الكولينيورو ترانزميتر. اما السمبساتيك بيطلع النور ابنفرانيورو ترانزميتر. هي الربطة بقى فاهم حاجة. تمام? انا دلوقتي شغلت السمبساتيك. شغلته على مين? على الالفا وان ريسيبته اللي قلت لك عليه. هيعمل ايه? في هنا عضلات في الايرس ده. تمام? في هنا عضلات اسمها ديليتور بيوبيلي. ديليتور بيوبيلي ديت لما بيحصل لها يكون لديه يحصل لكو بيتخلي اللي هو ده يحصل يتمدد ويحصل له حاجة اسمها فيحصل الحاجة اسمها ديليتيشن. ده انا محتاج ديت في الخنائة ايه? ربنا سبحانه وتعالى عملها لي عشان لما تخانق وعشان لما اخش خنائة اشوف بشكل كويس وحضر القطعيني توسع فاشوف بشكل كويس ويه? وابرق كده ايه لو تلاقي الواحد بيتخانق كده بيبرق وحضر القطعينه ويسعد ده عشان الجاز السمبساتيو عنده دولات الناشط والجسم كله مليان ايه? نوروبينفرين والفا وان ودون شغالة ايه? زي الفل. حلو? حلو. طب البرة سمبساتيك لأ. ده وعليه اسمه دي بتبقى يعني ايه? محوطة بتاع كده دائرية كده غير ديت. دي الرادياتو ديت بتبقى عبارة عن اه اسهم كده او يعني ايه? جاية بشكل اه يعني ايه عمودي كده على الايه? على اما ديت محوطة ديت برضو ديت لما يحصلها بتضيق ايه? بتضيق ديت فبيحصل لها ايه? ديت بتديق وبيحصل لها حاجة اسمها ايه? حاجة اسمها مايوسيز. يبقى انا دلوقتي في وقت الروحة انا مش محتاج ان يحصل او مش محتاج اني ان حط قطعيني توسع. فا اه بالعكس انا محتاج ان لان ريح وحط قطعيني كده تبقى ايه? تبقى اه ديقة. مش محن يعني انا مش محتاجها في حاجة. ولكن بالعكس في السمبساتك في الخناة انا محتاج الايه? ابرق واخوف الادامي. واشوف كويس عشان انا دلوقتي خشيش ايه خشيش خناة? انا بقول الكلام ده انا بقول الكلام ده? اشان كلام ده فعلا لاساس علمي وعشان ايه تحفظ. الهام من كده عشان انت تحفظ عشان انت عشان الموضوع فعلا يعني ايه الخيمة الريسيبتور هتكتر معاك وايه ولو حفظت كل حاجة من غير ما تربطها بحاجة ومن غير ما تربطها باساس عندك هتلاقي نفسك متلخبط. تمام? تاني حاجة لستومك. المعدة. هل انا دلوقتي عادي اسألك سورج انت في نص الخنائة هل مطالب منك انك انت هتاكل حاجة مسلا في نص الخنائة? مش هتاكل حاجة انت هتاكل على طول في البرس في الريست صح? طب مسلا هل هو انت واكل حاجة? اه الجسم هيبقى اه فاضي ان هو يقعد يعمل لك ولا يعمل لك اه ولا يضم لك حاجة ولا اجيء اتيح يشتغل? لا اجيء اتيح يبقى يعني دلوقتي مش مش في وقت انه يضم الحاجة انت لسه وكلام النص صعب للخنائة مسلا. تمام? يبقى دلوقتي ان انا وجدت كلمت على استومك هتلاقي عندك الاستومك عبارة عن حكتين او عبارة عن جزئين. عندي والسفنكتر. ده والسفنكتر. تمام? والله لو انا عايز اعمل اه لو انا عايز اعمل اخلي الاكل يحصل له عاملة هضم وينزل في الانتستن وخلاص اطلع الاكل من الانتستن واهضمه ده هيحصل بان انا اعمل بتاع الاستومك واعمل اه دا تمام? وبرضو لو انا عايز اكل حاجة فانا بفتح الايه اول ما باكل حاجة اول دا بايه بيفتح تمام? تمام? دا عليه ريسبتر اسمهhir اسمه الولده عليه ريسبتر اسمه وله هذا الصفنكتر ريسبتر اسمه الفا وان ريسبترو. انا اتفقت معاك او ان اشتفقت معاك احتفق معاك عشان حصل يعني اللي ربط وكن لحظه ان كل ما احصل لك سيرةار يحصل حاجة لو انت تاخد بالك في الصلافي الاد القابل كده لما عطل لك البلاد فيزل اللي عليها الفا و الول أنا و كان بيعسلها ضيلة لها. لو انت فاكر فلو انت خذ بالك. اي الفان لما يجي يغذيه بيعسام التى في العضل الي موجود عليه. وبتا تو بيعسام التى فانا حفظ دلوقتي هلقي والله يغزيي البيتات ورسيبتر للنوقع بنفرن حبيبه الي شعـذ عليه تمام? البيتا تو دي موجودة في موجودة? في الول في الول بتاع الاستومت. لا اول ما يشتغل يعمل يعني يعني يعمل يعني يعمل يعني يعمل للمصل لموجودة لموجودة في بتاع inclame. لماذا? انا مش وقت ودلوقتي انا في نص الخناقة يحصل لي بقى آآ الجسم يتشغل ان هو يغضم الاكل. لا وانا اتفقتي معك أنه هضم الاكل بحصل لما يحصل ايه؟ ازود الموتلتي بحصل في الايه? في لوقتي انا دلوقتي مش فاضي اللي انا اعمل اللي انا اعمل وانا في نص الخناقة. ولا فاضي برضو الى افتح سفنكتر ونزل الاكل والكلام ده ولا انا هاكل. فعشان كده سفنكتر ضاع ليه? عليه رسيبته اسمه لما باجي لما بيجي سمبساتك يغزيه بيعمل سفنكتر فيقفله. لما يتقفل يبقى ان دلوقتي عمري ما حاكل حاجة في نص الخنائة ولا عمري هنزل حاجة لما الاكل يتنضم عمري ما هنزله. الاكل يتنضم لما ده يحصل انا دلوقتي عايز اعمل ده لا يهضم. وده برضو قافل من تحت اساسا حاصل تحت ده فقافل من خلال شغل السمبساوي على الايه? على الالف وعلى الافا. ده كله ليه? عشان هننفص الخنائة يا عمري ما حاكل ولا عمري حاضم ولا. بس على الجانب التاني. انا دلوقتي في وقت روح. العكس بقى. العكس ازاي? لما يجي لما يجي لما يجي لبرة سمبساوي يشتغل على الرسبتور اللي انا مش عارف اسمه دلوقتي. اللي موجود على 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 الوول اللي موجود على تمام? حييجي يشتغل يعمل لي آآ يزود يزود الموتيلة بتاعت الوول فيخلي الاكل يتهضم ويفتح ده فخلي الاكل ينزل وبرضو لو انا باكل حاجة فوقت الروحة حقا يعني انا دلوقتي راجل مرتاح فالبرسنبساتيكسنتم حييجي يفتح للسفنكتر ده فالاكل ينزل تمام? الريسيبتور ده اسمه بقى اسمه برضو ام سري ريسيبتور ام سري ايه ريسيبتور اول ما يجي يشتغل يعمل يعمل دلوقتي بيأكل وعزه اغضم تاني حاجة يعمل يبركز معي تاني كده انا دلوقتي بيتخانق عمري عمري ما حاكه دلوقتي او مثلا آآ كلت من نصف ساعة عمري ما 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 حاهم دلوقتي يبقى انا عمري ما هيحصل آآ عمري ما هيحصل في الوول ولا عمر راح يحصل في السفنكتر بالعكة هيحصل في الايه في السفنكتر تمام? بس بعد ما خلص خناء واضرب او انضرب تمام? واجيت ارتحت بقى وال לאكل اللي كلته تمام حينهضم. حيحصل ده و �ه هيفتح ولو عايز اكون حاجة فالسفنكتر ده برضو هيفتح برحتي انا دلوقتي واحد فراحة. تمام؟ نفس الكلام اللي وجيت اقول تلك. نفس الكلام يعال تلك بال諾د. البلادر ده عليه برضو تمام? والسفنكتر ده عليه الفا وان ريسيبتور هل في نص الخناءة هل يعقل في نص خناءة ولا نص خناءة في نص تنشنة. تقول يعني حد يسألني كان فيه سؤال على طول يقولك ايه? ايش معنا يا دكتور احنا مش مسلا ان احنا بننعب كرة مش بحيس لان عايز اخش الحمام يحصل ولا حاجة. ليه? انت دلوقتي في وقت تنشنة. الجسم ناسي الحوارات دي كلها ومركز في الكرة ولا مركز في الخناية. فبرضو ده عليه بيتا تو والمسفنك ترارق عليه الفا وان. فالي هيحصل لي ايه? لما ييجي السنبساوي يشتغل بيتا تو اللي موجودة على بتاعة هيعمل ايه? هيعمل ايه? هيعمل بتاعة البلادر وبنفس الكيفية لما ييجي السنبساوي يشتغل على الفا وان اللي موجودة على سفنكتر هيعمل ايه? هيعمل ده هيقفله فما مش عمرك في نص الخناية هتقول ما علش انا اسف انا محتاج اروح اعمل حمام دلوقتي. عند دي عمرها ما هتحصل. انت مش مركز اساسا. لبعد كده لما تيجي ترتاح هيحصل لك ايه? هيحصل لك الحركة دي. هيقول لك والله ده ده انا يزنقه مش فاكر هيحصل لك ايه? هيحصل لك على الوول ده ويحصل ايه ده فلايه? فاليو يحصل ايه? تمام طيب ده اسمه ايه اللي موجود هنا. وال키 الموجود هنا. اللي الاتنين موجودين ده موجود فين? موجود على وبتاعة تواجفه اول ما يشتغل اول ما يجيي البرس من بساتك يشغله يبعت ايه? يبعت selector Una. بتاعه اول ما يشتغل يروح عامل ايه للاكسيشن للسفنكتر ده ويعمل كونتراكت للول ده عشان عملية ايه عملية ايه تحصل تمام مركز معي هانا دلوقتي لسه عند القاعدة بتاعتنا اللي انا في وقت الخناءة وكل الاعضاء شغالة عشان الخناءة والبراسن بساتك بتاع الروحة او بتاع الايه الهضم لو انت لسه فاكر تمام اللي بعد كده حاجة انت هتحفظها كده ايه هي هي الريكشن والجاكوليشن في الايه في الميلز والله عشان جاكوليشن يحصل في الميلز فلازم اشغل آآ فلازم يشغل حاجة شغال اللي هو الالفا وان ايه وعشان يحصل في الميلز لازم برضو لبراسن بساتك يجي شغالي آآ او ايه تمام تمام والدكتورة على فكرة يعني قالت انا مش عايزها بس انا بشرحها عشان وبقولها عشان يعني انت لا تأمن ايه غدر ايه غدر الدكاتر حلو الكلام حلو الكلام نخش على اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها برضو حاجة تبعي تخيل معايا واحدة مثلا حامل بقى حامل مثلا من اربعتاشر سنة جواز ما خلفتش او ما حملتش وخلفت الحمد لله وربنا كرامها بخلفة ويعني مبسوطة جدا او يعني آآ بقدر الامكان بتحاول تحافظ على العيل ده فمشي في الشرع بالليل فكل بيطلع عليها فجريت ايه اللي شغل دلوقتي ايه انا دلوقتي اشرب من رحمة ربنا بيها انه عايز احفظ لها على الجنين ده هل انا اخلي اللي يترس اللي عندها ده يحصل عليه? لو حصل الجنين حيجهض هينزل طب انا اعمل ايه? لا يا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته عليها خلى في عليها بتاتو ده بيعمل ايه? عمل لجدار ايه? لجدار الرحم. ايه? في الفيميل. تمام? فهي لو كانت اساسا يعني لو لو واحدة عم شلق وحامل وخشت خناء من رحمة ربنا بقى عملناها ان هي ما ايه? ما تسقطش العيل اللي في بطنها ده. ان هو ايه بيحصل في ايه? ان شاء الله كان حصل لو كنت انا بقى انت تقول يا دكتور طب ازاي ده ده سمبساوتك 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 وانا متعاوض من على سمبساوتك ان هو بتاع اكشن كده اقول لك لأ ده ربنا سبحانه وتعالى لحكمة في خلقه. هو دلوقتي عارف ان ده عيل في بطنها فلازم اعمل وهي وهي خشف تنشانة وخشف اخناء فلازم اعمل لها بتاع الولدة عشان ايه العيل ايه ما ينزلش. بعد كده نخش على حاجة زي مثلا السلايفري جلان. لو بيعتبر ده السلايفري جلان. تعال كده بص معايا. انا والله واحد عنده اه ريزبيراتوري اه مسلا ديس اوردر ايه ريزبيراتوري ديس اوردر عنده ازمة عنده انفلونزا. الحالة دي تحالة غير طبيعية ولا حالة طبيعية يعني حالة فيها تنشانة فيها استرس. اصله السيمباساتيك مش شغل برضو في الخنقة بس لا واصده يقول لك في مرض في استرس في حاجة غير طبيعية ابنورمال. الحاجة دي غير طبيعية ابنورمال تمام? ساعتها السيمباساتيك يشتغل يروح مشغل اسمه الحبيبك تمام? الالفا وان وضعه لما يشتغل السكريشن بقى اخد بالك بقى السكريشن لما يحصل مثلا اي ريزبيراتوري تراكت اه دس اوردر الفلونزا ازمة اي حاجة من الحاجات ديت? هيبقى عامل ازاي? هيبقى وهيبقى هيبقى هيبقى حاجة لازجة كده. وده حاجة طبيعية ومش عايزين نقرب اكتر ايه اكتر من كده. تمام? اما هناك في الحالة الطبيعية بتاع السكريشن بتاع السلافيرجلنت الطبيعي بيبقى عامل ازاي? بيبقى ايه? ده الطبيعي خالص جدا. اللوعاب العادي جدا. بيبقى وطري ايه؟ يبقى آآ بيشتغل في عندك مسلا مرض ولا لحاجة زي مسلا وازمة وساعتها اما هناك في الحالة الطبيعية الحالة الحالة بيبقى ويحصل لما برضو يشتغل على الام سري هتلاقي هنا الام سري مش شغيرة على الام تو غير على مين غير على حبيبك القلب. اما بعد كده هتلاقي الام سري في الغالب. تمام تمام. بعد كده نخش على السويد جيلاند السويد جيلاند اللي هي الجيلاند اللي بتطلع لي الايه? العرق. هل انت وانت بتتخاني تخيل السويد جيلاند ديت من مصفحتك اشتغل ولا مش بيشتغل طب طبيعيا كده واحد واحد مش عارف حاجة. قول له انت بتلعب كورة وانت بتجي لو انت بتتخاني. بيطلع عليك عرق? هيقول له اوه هيقول له اوه بتطلع عليك عرق. طب بيطلع عليك عرق لي الجسم كله هاي جسم كله حرارته عالية فانا لازم اطلع عرق عشان ايه? اخفض من حرارة الايه? الجسم. تمام? فساعتها السمباساتيك بيشتغل في الخنائة عشان العرق يطلع. تمام? سمباساتيك لما يشتغل يشغلي حاجة اسمها برضو الفا وان. الفا وان تروح مزودة السيكريشن او مزودة ايه? العرق. تمام? اما في الهامة التانية ديت بيقامل حاجة زي كده. الحاجة اللي مش مش جايلها واحد بس او جايلها اه سيستم واحد بس لوها هي سويد جيلاند. مش جايلها بارا سمباساتيك ايه اه او سيستم. عشان كده مش انه ما لهاش تأثير او ما فيش تأثير بارا سمباساتيك سيستم على الايه? على السويد جيلاند. تمام? وده امر طبيعي هو ايه العكس اللي انا اطلع اطلع عرق? والامر طبيعي انه ما يطلعش عرق. الحاجة الغير طبيعية انه ويطلع عرق. فاهمني يعني ده حاجة طبيعية يعني مش حقول لك يعني مسلا كنت حقول لك اه والله اه وريلاكسيشن. اما هنا بيطلع عرق. هنا ما فيش حاجة اسمها اقل طول العرق. اي عرق بيطلع ده بيبقى من خلال سمباساتيك سيستم. تمام? فيش حاجة اسمها يعني ايه عدم طوله عرق ده امر الطبيعي. ده مش محتاج بقى سيستم ولا محتاج بارا سمباساتيك سيستم ولا محتاج محتاج ميرف ولا محتاج للقصة الطويلة دية. تمام? فاهمني? عشان تبقى فيها مولينه افكت. تمام? كده احنا خلصنا اه تأسير السمباساتيك سيستم والبارا سمباساتيك سيستم على الاعضاء اللي الدكتورة بس حديثتها وعايزها وعايزها عندكم في ايه? في المنهج او في الداتا. تمام? قبل منصة صحيح. الوطرة سيكريشن ده برضو. مش اللعابه بس. لأ. الدموع يعني الواحد اللي ما بيبكي اللي بيشتغل عنده هو البارا سمباساتيك بيخلي ايه? بيخلي ايه الدموع تنزل. المسالة على كده عشان تفتكرها. وده على فكر حاجة يعني علاقة لها يعني انا مش بقول اي كلام كده. لأ الموضوع اللي اساس علمي بس انا بقول لك حاجاته عشان تفتكر. تمام? لما واحدة مسلا تتخانق. اه الواحدة مسلا لما بتيكي تتخانق. اه تفضل تتخانق تتخانق وتزعق وهنا تبرع كده وتتنشر مش عارف ايه. وبعد ما تخلص تخش الحمام تعيط ولا تخش يعني ايه ده? ده لما هي تعصبت ده عمالي ايه عمالي اشتغلها عمالي تتخانق وتزعق ومش عارف ايه. اول ما هي دي تخش جوة تقول ها مالك تفتح تفتح في العياض. يا بنتي ده انت عملت زعي وشتمت ومش عارف ايه وضربت وكسرت ومش عارف ايه. تفتح في الايه في العياض ولا فكرة اي حاجة. تمام? لما تفتح في العياض اللي بيحصل ساعتها هو ايه? ان البرس اشتغل على على فعمل لي ايه? عمل لي خلص تطلع لي الايه? تطلع ليه الدموع. اي وطر سكريشن بقى? ازا كان له عيب ولا اه ولا دموع. تمام? يعني هنا من الاخر كده اللي عايزك تعرفه ان هو المسؤول عن تطلع له دموع ايه كان له عيب او او دموع هو الايه? هو اللي بورس انفساتك ايه? والمثال اللي تفتكروا اللي هي البنت لما تجي تزعق تفضل تزعق 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 وده بتحصل على فكرة يعني ده انا مش بقو مش بهزر ولا لا ده بتحصل فعلا تمام? حتى لو فيها فيها شوية ضحك لأ انا فعلا الكلام ده بيحصل فعلا تفضل تزعق 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 وتخش جوه الحمام ولا تخش تدرك كده من الناس عمرها ما تتزعق يعني مسلا عمر ما او دموع تنزل شغال يعني قصدي ايه قصدي وهي عملت وهي ما تعصب وعملت زعق لأ ايه تخلص زعي وتخلص عصبية وبعد ما تخش جوه ولا بعد ما تيجي بجنبي كده تيجي تقول لها مالك تفتح في العياض تفتح زي ما ايه بوركان وان ايه وانفجر. تمام? كده احنا خلصنا الايه الحصة ديت? الحصة ديت هنقول زي ما قدمها للايه? لفاصل آآ آآ فارماكولوجي او ايه فارماكولوجي. الموضوع مهم. موضوع مش مش سهل. المحاضرة الحصة ديت مهمة جدا لكل ما تدي المحاضرة ديت او كل ما تدي الحصة ديت مذاكرة وتهتم بها كويس جدا هترتاح في اللي جاية. تمام? انا ممكن مش شرحنا كمية كبيرة من المحاضرة بس سدقني الحصة دي مهمة جدا جدا جدا. هي دي الاساس اللي هتبني عليه باقي ايه? باقي المحاضرة. ركز معي كده عشان ايه? الموضوع يبقى من البالك ايه سهل. ما تفوتش حاجة لما تفهمها. هنا في انا عارف ان هنا في شوق حفظ رخم بس انا حبيتها سهلها لك خالص. يعني اللي هنا كل نوع سري. اما هنا بيختلف بقى من الفا. بيتا تو انا قلت لك امتى نستخدم الفا في الكونتراكت والبيتا تو بيحصل في المعظمة بيحصل في اللاكسيشن. تمام? تحولت كده تحفظ الدنيا وتحولت يعني هنا ما فيش الالفا وانو بيتا تو اللي شغال. تمام? فانت يعني الموضوع يبقى بنسبلك ايه بنسبلك سهل. الدكتور اساسا في الجدول اللي جابته في الداتا عندها مش ذاكرة بيتا تو والالفا وانو الحاجات دي. ولكن قدام هتلاقي مجتوبة في الداتا بيتا والالفا تو. فانا قلت لك اقولت اجيبها من ايه? من دلوقتي وخلاص عشان تحفظها وتعرفها عشان قدامت وبابنت بالك ايه? وبابنت بالك الامر ايه? سهل. ياريت نزاكر وياريت اللي ما نزاكرش الحاضرة الاولى ياريت يزاكرها ويسمحها يا نزل على التيوب. وان شاء الله بازن الله تخش الحصة دي تسمحها برضو. وان شاء الله مزاكرها هتنزل لك وتزاكرها. وياريت الفرمة يا جماعة. يا جماعنا بقول لك هو بتحيل عليك والله العظيم الفرمة اللي هيسيبها باخر الترم ويقول لها اه ممكن انجحك فيها بس. يعني خليك تخش تنجح. تمام? وممكن ما تنجحش. يعني انا الفرمة هي كده. الفرمة رخمة. انت شايف الماناك صعب كده? بس والله الدكتورة شاهلة عنكم حاجات كتيرة. والله المحاضرة الاولى ديت. الجنرال اه او ده 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 موضوع يعني ده موضوع. قصص. قصص حوار يعني ممكن نوع الترم كامل ندرس في في اللي في الاول ديت. والله الفرمة مش مش سهل ده ما انتم فكرين. اهتموا بيها عشان مش مش نتيجة في الاخر حتلمها زي ايه مادة? مش عشان هي مادة بساعتين. اهتم بالمادة وودها قدرها كعلم وكتأدير. انا دلوقتي انا انا عايزة انت الراجل الدكتور وقلت لك ان انا وقلت لك الكلام ده اكتر ممرة انت الراجل الدكتور ولازم تهتمي بالمادة دي كعلم. عشان المادة دي يتنص نص الحل العلاجي. نص الحل العلاجي ايه? لاما جراحة لاما ايه علاج بالادوية. فده نص الطب. تمام? فلازم تركز. وان شاء الله بازن الله شوفكم ايه الحصة الجاية.